هذه أبرز العناوين والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس وليد راقراكي يلمح لاختيار إبراهيم دياس للمنتخب المغربي بجملة واحدة لمح مودريب المنتخب المغربي وليد راقراكي إلى قرب اندمام إبراهيم دياس لعب ريال مدريد الإسباني للمنتخب المغربي وقال راقراكي في ندوة صعفيتنا اليوم الخمس نتواصل مع اللاعبين الذين لديهم أب أو أم مغربية كي نقف عند رغبتهم في تمتيل المنتخب المغربي وأضف راقراكي إذا شاهدتم إبراهيم دياس معنا يوما ما فذلك يعني أنه اقتنع باللاعب رفقة المنتخب المغربي وإذا لم تشاهده معنا فهذا يعني بأن الأمر سيكون مختلفا ولم يعلن راقراكي بشكل رسمي عن اندمام إبراهيم دياس للمنتخب المغربي لكنه أكد أن الحديث يتواصل مع اللاعب سوفيان ديوب يعلنها ويخرج بهذا الرد فاعل على استدعائه إلى المنتخب المغربي لأول مرة نشار سوفيان ديوب مهاجم النادي نيس الفرنسي تدوينة على حسابه الشخصي على الانستغرام تفعل خلالها مع استدعائه من قبل الناخب الوطني وليد راقراكي للمشاركة لأول مرة رفقة المنتخب المغربي في مبارته إريتريا وطنزانيا برسم تصفية كأس العالم 2026 ونشر ديوب صورة له مع خلفية للعالم الوطني وعلق عليها قائلا أنا فخور بالالتحاق بالمنتخب المغربي وتمتيل أصود الأطلس إنه قرار يعكس الجذور المغربي ومدى عمق ارتباطي ببلدي وتبع اللاعب الذي يملك أيضا الجنسيتين الفرنسية والسينيغالية أشعر بالفخر بتمتيل المغرب بتقافته الغنية وتاريخه وشعبها وأنا ممتن أيضا لحصولي على هذه الفرصة وسأقدم كل ما لديه داخل الملعب من أجل تشريف بلدي ديما مغرب وكان ديوب مطلوبا بقوة من قبل المنتخب السينيغالي كما أنه متل المنتخبة الفرنسية الأقل من 18 و19 و20 سنة إلى جانب منتخب الشباب قبل أن يختار في نهاية المطاف اللاعب للمنتخب المغربي وولد ديوب في التاسع من يونيو من عام 2000 بفرنسا من أب سينيغاليا وأم مغربيات ولعب في الفئات الصغرى لنادي تورو انتقل لاحقا إلى رين ووقع ديوب على أول عقد كلعب محترف سنة 2018 في نادي موناكو الذي جوره لأربع سنوات لعب خلالها موسما واحدا كمعاري لفارق الساشو في دور الدرجة الثانية وانتقل الصيف 2022 إلى فارق رين الرجراكي أرفض جلب اللاعبين إلى المنتخب المغربي بناء على طلب من وكلاء أعمالهم قال وليد رجراكي مدرب المنتخب المغربي إنه لن يقبل أن يجلب لاعبين إلى المنتخب المغربي بناء على طلب من وكلاء أعمالهم وفي جوابي على سؤال بخصص ذلك أكد رجراكي ضمن ندوة صعفية اليوم الخميس بمركب محمد السادس بسلو عمرها كانت وعمرها تكون وتبع الرجراكي هذا واضح مبرزا أنه يعرف بعض وكلاء أعمال بعض اللاعبين فيما لا يعرف ما إذا كان لاعبين مغرب أخر لهم أصلا مكلف بأعمالهم وبخصص غياب بعض اللاعبين عن قائمة التجمع الإعداد أوضح رجراكي أن ذلك يتم بناء على اختيارهم والتواصل معهم وبناء على موافقة أبائهم ومن بينهم إبراهيم دياز وأضف حتى سوفيان بوفالي سهل ولكن ما كينش مردفا ليس لا أحب سوفيان بالعكس لكن هذا قراري وقال رجراكي إن سوفيان أمر بطله مشكل صحي لكنه سيكون معنا جربنا بعض الاختيارات ويجب أن نتأقلم سواء كان أمر بط أم لا الرجراكي لائحة الأصود قابلة للتغيير قبل الكان برر الناخب الوطني وليد الرجراكي عدم استدعائه لسوفيان رحيم المتألق في صفوف العين الإماراتي قائلا سوفيان يستطع الحصول على فرصة معنا مثله مثل مورد بيتنا والعديد من اللاعبين الذين يستحقون التواجد في اللائحة لكنني اليوم أظن أن لدي ما يكفي من اللاعبين في الأطراف مثل الزلزول وديوب وعدل وزياش وبوفال الغائب أحاول أن أكون منطقيا قدر الإمكان في اختيارتي وتبع الرجراكي بخصوص الموضوع نفسه أن رحيمي يستحق فرصة مع الأصود وما زال بإمكانه الحصول عليها وقد نره في كأس أمم أفريقيا إن استمر في تقديم مستوية أفضل اليوم هذا قراري ولا مشكلة لدي مع رحيمي أحب رحيمي عندما كان في الرجاء وقدم الكثير لهذا النادي اخترى الاحتراف في العين الإماراتي وهناك حيث يقدم أداء مميزا لكن بنسبة لي هناك لاعبون أمامه من ناحية المتعلقة بالسين وجودة التنافس وبشأن غيابي عبد الرزاق حمد الله قال رجراكي في ندوة إعلان قائمة اللاعب لمواجهة إريتريا وتنزانيا أنه عندما استجعر حاجته لللاعب فقد منحه الفرصة وجعله يلعب مردفا اليوم هناك بعض اللاعبين العائدين بقوة مثل أيوب الكعب وطرقة سدالي وعليا أخطار اليوم بات من الصعب علينا الحزم في اللائحة والأماكن داخل المنتخب باتت غالية التمن المعايير التي تحسيم هي مستوى اللاعب مع فريقه ومكانته داخل المجموعة أيضا وتعدد مهامها من قبل لم تكن لدينا تنفسية في الهجوم عكس اليوم هناك عدد كبير من اللاعبين الذين يستحقون وعلى عبد الرزاق حمد الله يشغل لينافس على مكانه في الكان مثلهم مثل شديرة والحداد والبقية ومن جهة أخرى أوضح رقراجي أن لائحة اليوم ليست هي لائحة نهائية لكأس أمم أفريقيا والتي ستكون مكونة من 23 لعبا ما يعني لعبا في كل مركز مردفا كما سبق وقلت الأماكن داخل المنتخب تمينة هناك من ضيع فرصته لمرافقتنا في المونديال في مباراة تشيلي والباركوي ومضغشقر الآن لدينا مباراة إيرتيريا وطنزانيا وهناك من سيثبت جدرتها بالتواجد في الكان وهناك من سيضيع الفرصة كل شيء قابل للتغيير والأبواب دائما مفتوحة وفيما يخص البرنامج النهائي للتحضر لنهائية كأس أمم أفريقيا قال رقراغي نحن في انتظار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص المدة التي سنستفيد منها قبل بداية المنافسة نحن محظوظون لأننا في المجموعة السادسة ما يعني وجود أفضلية ثلاث أو أربعة أيام وبين أن على كل ذلك سيتحدد البرنامج إنجاز تاريخي للمنتخب المغربي لقصار القام بالتأهل لربع نهائي أول نسخة لكأس العالم حقق المنتخب المغربي لكرة القدم لقصار القام إنجازا تاريخيا عقب تأهله لربع نهائي كأس العالم في أول نسخة لهذه الفئة وجاء تأهل الأسود عقب فوزهم على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتجة أربعة لثلاثة واستطاع المنتخب المغربي تحقيق التأهل عن جدرتنا عقب تصدره للمجموعة الثانية براصد سبع نقاط جمعها من انتصارين وتعادل دون تلقي أي هزيمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة